ساك بالساعد شركات الائتي في مصر على تطويل مرتجاتها بحيث انها تقدر تنافس في السوق الدولي وده عن طريق تقديم مجموعة كبيرة من الساك تكنولوجي لاينز والسوفيسز اللي تقدر ترفع من كفاءة الشركات والعملين بيها ومن ضمنها السمانتك تكنولوجي ومعنا النهاردة المهندسة عزة كمال هتكلمنا عن السمانتك تكنولوجي انا لاحظت الناس كتير اللحظت طبعا في الفترة الاخيرة دي انه في بداية المميج نعمل سيرتش على جوجل او على يهوب نقدر نلاقي المعلومات اللي احنا عايزينها بطريقة سهلة جدا لان بتطلع لنا اوتوماتيك ليه حاجات ريليفنت للسيرتش اللي احنا بندور عليه هو ازاي ده قدرنا نوصل له هي دي فايدة السمانتك تكنولوجي علشان اشرح لك السمانتك ازاي ساعدتنا في حاجة زي دي خلينا نبص كان ايه الويب زمان وازاي السمانتك لما دخل خلاني ان انا سيرش بطريقة مور باورفول الريزلت استطلع لي ريليفنت بقيت الريزلت تطلع لي اسرع وبوصل لنا عايزة بطريقة اسرع زمان كنا بنستخدم في الويب الهتش تيميل اللي هو الهايبر تكست ماركب لانجوج دي لغة بتوصف لي بس طريقة عرض الداتا على الويب بيجيز مجرد طريقة عرض مش فيها اي مينينج الماشين ما بتفهمش الكنتنت اللي انا كتباها فبالتاني مثلا اجسامبل مثلا لو انت كنت بتسيرش زمان على ابل بيطلع لك مثلا ابل دي كفاكهة الابل دي كشركة ابل الابل برودكت انتي ممكن ما تكونيش عايزة كل دوت فبتطلع لك نتائج كتير قوي بتطوي فيها برضو مثلا اجسامبل برضو من الحاجات اللي أنت كنت بتطوي فيها زمان لو انت سيب تسيرش على اسم دوة معايم اسم الدوة ده مثلا في مصر مختلف عنه مثلا لو انت في السعودية لو انت في اي بلد تاني مع ان ممكن يكون المادة الفعالة بتاع الادوية دي كلها موجودة بس باسم تاني فانت يما بتطبقي كيورد سيرش مش بتقدار يتوصلي على اللي انت عايزين السيمانتك بقى ساعدني في ايه السيمانتك باصل كل المشاكل اللي موجودة دي لقى ان انت عايزة تضيفي مين انجل الداتا تتفهمي الماشين ان انت مسلا ابل في الويب سايت ده عبارة عن فاكهة ابل في الويب سايت ده عبارة عن تليفون محمول الدوة دوت هو نفس الدوة دوت على الرغم من اختلاف الكيورد اللي انت بتستخدميها فده سير السيمانتك او الـ value بتاع السيمانتك الـ added value بتاع السيمانتك ان انت بتضيفي ميننج للداتا بتاعتك ممكن عليك تشرحيني اكتر ايه هي السيمانتك تكنولودي وازا نقدر نضيفي ميننج للداتا في الاول هنفهم ان الداتا على الانترنت كانت بتتمثل عن طريق الـ XML standard ده مجرد ستاندرد او لغة بتكتبي بيها الـ علشان تتعرضلك بشكل معين في الويب سايت بتاعك لكن مفيش اي ميننج اما ابتدى السيمانتك تكنولوجي تدخل ومحتاجين ان احنا ندخل ميننج على الداتا ابتدينا نعرف ستاندردز اخرى بتعتمد برضو على الـ XML بحيث ان احنا نحافظ على الـ مع السيستم اللي قريدي موجود فبنستخدم حاجة اسمها ريسورس ديسكريبشن فريمورك الفكرة في ايه ان انا ما خليش كل الديتا اللي معروضة على البيتج بتاعتي مجرد ديتا انا عايز اعبر عنها كريسورس الريسورس ده لي متا ديتا او انفورميشن بتوصفه يعني مثلا انا عندي كلمة ابل مثلا على الويب سايت دوت الابل دي نفسها وراها متا ديتا المشين بتبقى فاهمها بقول ان الابل دي is a fruit على الويب سايت دوت فبيبقى عندي ميننج للديتا الارد اف باختصار بيبقى عبارة عن subject انا اي انفورميشن محتاجة عبر عنها ممكن عبر عنها بتلت اجزاء انا عايزة مثلا لو اقول ريهام بتشتغل في سيك ممكن اقول ريهام is working at سيك فمثلت الانفورميشن للمشين بطريقة بتفهمها المشين هتبقى فاهمة البروبرتي دي ايه هتبقى فاهمة ان ريهام دي type بتاعها person هتبقى فاهمة ان سيك دي type بتاعها company فبتبدأ بعد كده المشين تتعامل مع الداتة بتاعتي لان هي فاهمة الconcept دي نفسها بتعبر عن ايه layers اعلى بقى في السيمانتك بحيث ان انا اقدر استفاد منه اكتر خلاص خلاص مثلت المعلومات بتاعتي بطريقة الRDF وبقى عندي تري كده في الاخر انا هيبقى عندي تري لان انا عندي كل ريسورس associated with property لرسورس تاني الرسورس التاني دوت ممكن يبقى associated with resources اخرى بيبقى عندي في الاخر الData عبارة عن تري كبيرة اوي هي لمالي المعلومات اللي انا عايز اعبر عنها انا محتاجة ان انا ازود الزكاء بتاعي اللي التكنولوجي بتديهولي مش بس اقف لغاية كده خلاص انا بقى عندي انفراستركشور كويسة ان انا بقيت عندي متى data متعرفة طريقة standard للمشين وبتفهمها وبتقدر تتعامل معها لكن انا عايزة كمان المشين تقدر ترياكت على الData دي واتطلع لي knowledge مش موجودة هقولك مثال بسيط اما بقول مثلا احمد اخو محمد ومحمد اخو علي فالمفروض لو المشين بتاعتي زكية المفروض تعرف ان احمد كمان اخو علي مع اني ما قلتش المعلومة دي المشين تقدر تستنتج منه data مش موجودة اكس بليسيط علشان برضو بحط شروط على البروبرتي نفسها ان هي مثلا ترانزيتف فان هو اخو دو دي البروبرتي ترانزيتف فمعنى كده ان مجموعة البروبرتي دي استنتج حاجة تانية وحاجات بقى عديدة من هذا القبيل يعني ممكن يبقى عندي بتميز البروبرتي بشكل بروفيشنال المشين تقدر تستنتج منه data مش موجودة اكس بليسيط علشان برضو ان انا نساعد على البروبرتي بين السيستمز كتير قوي بضيف فوكابلري خاصة بكل دومين استخدمه يعني ليه مثلا هستخدم انا لو في دومين وانتي في دومين لو عايزين ان احنا ننتر اكت مع بعضينا ممكن نتفق انا وانتي على مجموعة بروبرتيز واسامي معينة ان احنا نستخدمها واحنا بنوصف الميتا داتا بتاع السيستم بتاعي ده بيتم عن طريق حاجة اسمها الانتولوجي يبقى عندي باستخدمه انا باوصف الدومين وده بيبقى متفق عليه للناس اللي شغالة في الدومين دوت يعني لو سيف في الهلس دومين مثلا احنا بنوصف الادوية بتاعتنا انا محتاجة اوصف في الدواء المكونات بتاعته الاعراض الجانبية مجموعة الحاجات دي كلها وفي شركات تانية على مستوى العالم بتشتغل في الدومين ده برضو فعلشان احنا نقدر نانتراكت وتبقى الانتولوجي بتاعتنا بقى تبقى 3 واحدة بتكبر هنتفق على مصطلحات معينة هنتفق على المصطلح اللي بنعرف به اسم الدواء المكون بتاعه والاعراض الجانبية بتاعته ونسب المكونات اللي موجودة في الدواء فبكده يبقى انا وانتي واقفين على نفس الخط بنستخدم نفس الترمونولوجي في وصفنا للاشياء فده بيديني اكتر يوسع لي مجال المعرفة التاعي بقى عندي بول كبير اوي من المعرفة بقى التري كبيرة اوي متربطة مع بعضها من شرحك بشوهندسة ان الانتولوجي دي عبارة عن زي الـ لو احنا بنشتغل في الـ او زي الـ الـ هل ده صحيح؟ اه انت عندك حق يعني الفكرة كده كابستراكت لاير ممكن يبنلك ان الانتولوجي هي هي السكيمة بتاع الـ او الـ الـ لكن السكيمة في الـ او الـ الـ بيافتقد الميننج اللي السيمانتك ضفته انت مجرد بتهملي data لكن انت الماشين ما تقدرش تفهم الـ الديتا دي بتعبر عن ايه؟ هو انا ممكن استخدم السيمانتك في ايه؟ انت ممكن تستخدمي السيمانتك في حاجتين انت في الاخر عندك ميننج بتدفيل الـ ممكن تستخدميه في الـ بتخلي الديتا نفسها المعروضة دي بقليها ميننج وسمانتك وممكن تستخدميها في الـ يعني وانت بتبني اي ايه عندك في الدنيا بيتبادل data مع المكونات بتاعته المكونات بتريبورت data في تقرأ data فانت في الاخر عندك بتتعاملي مع data لما تضيف السيمانتك بيخليلك الديتا دي الماشين تفهمها مش مجرب بس بترمي بترمي بولوف data ايه اللي ممكن نستفيد منه في استخدام السيمانتك تكنوليش في الـ أو الـ علشان نوضح فوائد السيمانتك هنمسك كل التراك على حده ونشوف السيمانتك ضاف لنا ايه في الـ أما تبقى الـ data بتاعتك بتبقى وليس تركشرد ليها متا داتا معمولة بكتوبة بطريقة فانسك كريدتابلتي بتاعتك للسيرش انجينز بتاعه زي الياهو والجوجل بيعرف يدور على المعلومات بسهولة في الويب سايت بتاعك ده بيزود الهيتس على الويب سايت بتاعك بيزود الرنك بتاعك بيزود احتمالية ظهورك في السيرش الريزولت فده بيعلي البيزنس فيزابلتي بتاعتك كمان انت لما الداتا بتاعتك بيبقى ليها ميننج ممكن السيمانتك انجينز نفسها تقدر اوتوماتيكالي تشاولك مثلا على الريليتد ارتكالز للتوبيك اللي بتتكلمي عليه تحطيلك لينكس ريليتد انت مش محتاجة الدوري على كل دوت انت معرفة خلاص انت بتتكلمي عن ايه هو من نفسه ممكن يقولك ايه الحاجات التانية ريليتد اللي بتتكلمي عنه ده بالنسبة للويب ديفلوبمنت ده بيساعد ان انت الاكستندابلتي بتاع السيستم تزيد لان ان انت هتبعت نفس الفورمات اللي الماشين بتفهمه وبتساعد ان الانترقابلتي بين الابليكيشنز المختلفة بتزيد لان انت في الاخر هيبقى عندك بولف نولوج الكل بيرمي فيه الديتا او بيقرى منه الديتا سواء انت بتستخدمي السيمانتك في الويب ديفلوبمنت او الابليكيشن ديفلوبمنت فانت عندك الديتا بتمثلة بطريقة ستاندرد في صورة الكويري بتاع الداتا دي بيبقى اسهل ومور باورفول بتقدري توصلي للمعلومة اك انك انت بتنطي كده في جراف عشان توصلي للنود اللي انت عايزها او المعلومة اللي انت عايزها بتبقى كمان عندك تقدري تتعاملي مع بيمكنك ان انت تتعاملي مع داتا جاية من داتا جاية من بتاعتك بتقدري تتعاملي تحقيق يعني ممكن نقول مثال على كده لو انت عندك سنسور مثلا بيبورت داتا معينة الامبينت تنبريتشر فالامبينت تنبريتشر دي ممكن تستخدميه في الهوم اوتوميشن ان انت هتزبطي التكييف مثلا بيزدع على الامبينت تنبريتشر بتاعتك او تستخدميه في الهيلس ان انت بتشوفي الجو المخيط بالمريض عامل ازاي عشان تزبطي الديفايسي اللي متوصل بيها المريض كمان حاجة تانية للسيمانتك ان انت بتقدري تنفيري نيو نولج مش موجود لان انت فاهمة المشين فاهمة دلوقتي الديتا دي انت بتتكلمي عن ايه فبتقدر زي ما احنا قلنا في المثال السابق ان ان انت تقدري تقولي نولج اساسا ان انت مش حاطها اكسبليست في الانفورميشن بيز بتاعتك طب بالشكلك ده هل ممكن الشركات الصغيرة والمتوسطة تقدر تستفيد من السيمانتك تكنولوجي وتقدر تطبقه عندها؟ اه السيمانتك تكنولوجي ممكن تستخدم على اي سكيل سواء السمول بزنس او ميديم او السمول بزنس انت في الاخر بالعكس انا بانصح بيلي السمول بزنس لان انت ده بيديكي اكتر ان انت تجروه زي ما احنا قلنا ان انت ممكن تعملي ممكن تبقى نفس الانفورميشن بتاعتك الموجودة تستخدميها في كازا دومين فانت لو شركة مثلا بتشتغل دلوتي في نوع ابليكيشن معين ممكن لو فكرت تستخدم في ابليكيشن تانية هي عندها الانفوراستركشر اللي تساعدها ان هي تجروه وده بيفتح اوبورتونيس كتير قوي قدام الشرك هل لازم ان احنا نستخدم سيستم جديد عشان يطبق بيه السيمانتك تكنولوجي ولا ممكن لأي شركة تقدر تبني على السيستم اللي هي بتستخدمه؟ الفكرة في السيمانتك ببساطة ان انت زي ما قلنا كتير خلال الحوار بتاعنا ان هي بتضيفي مين انجل الديتا فانتي اولا لو عندك السيستم القديمة عندها الديتا انت بس هتضيفي اللي بتخلي الديتا دي ميننج فالماشين تقدر تفهمها فانت مش بترمي لحاجة اللي عندك انت بتحطي بس تعملي اكستندابلتي ان انت تصبورتي السيمانتك في السيستم بتاعك وده بيفتح لك اعلى ويديك اكتر من عدم وجود السيمانتك دلوقتي انا كشركة وعايزة استفيد من الخدمة دي ازاي ممكن ساكت تساعدني سواء شركتك بتشتغل في الويب ديفلومنت او في الابليكيشن ديفلومنت فسيك بتقدم تريننج في التو تراكس ان انت تصبورتي السيمانتك في الويب بيتجرز بتاعتك وتخليها تستفادي بقى بفوايدها اللي احنا احنا تكلمنا عليها او تصبورتي في الابليكيشن ديفلومنت بتعرفي ازاي التولز اللي هتستخدميها ازاي ايه هو السيمانتك وايه التكنولوجيش والستاندردس المحيطة بيه وازاي ان انت تفعليها سواء بقى في الويب او في الابليكيشن لو انت بقى عايزة تستفادي بالسيمانتك على البيزنس الخاص بشركتك فالسيك بتقدم سيرفيس تانية اللي هي الكونسالتاشن الكونسالتانس بينزلوا معاك الشركة يشوفوا الدوق البيزنس بتاعك يشوفوا ازاي ان انت تحققى اقصى استفادة من السيمانتك على الريل البروجيكتس عندك في البيزنس احب اشكر حدرتك ابي شكرا شكرا